بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطخرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين نتكلم بعض الشيء عن الولاية ومفهومها يقول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وفي الحديث عن الإمام الباقر عليها الصلاة وأسكى السلام في رواية زرارة أنه عليه الصلاة وأسكى السلام قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وفي رواية أخرى وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية نتوقف عند كلمة نودي ثم عند كلمة كما ثم عند كلمة الولاية وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية النداء ماذا يعني؟ عندما نتتبع كتب اللغة نجد أن اللغويين ذكروا للنداء معاني عديدة لكن الجامع هو معنيان المعنى الأول هو صوت باستغاثة إذا أنت ناديت واحد مستغيثا به فتقول ناديته أو أناديح أو أناديك أو نادى فلان فلانا إذا لم تكن هناك استغاثة أو لم يكن هناك صراخ ونداء بصوت عال اللي هو هذا المعنى الثاني للنداء إذا ناديت شخصا بصوت عال فهذا يسموه نداء وإلا الحديث الطبيعي ما يسموه نداء يمكن يسموه سأله طلب منه تحدث معه خاطبه بس ما يقولون ناداه إذا لم تكن هناك استغاثة أو لم يكن هناك صوت عال لاحظوا مفهوم الاستغاثة هنا نريد أن نركز عليه وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية الآية الشريفة تقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ونادى نداء باستنجاد باستغاثة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين النداء يعني يتضمن مفهوم الاستغاثة ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني يركب معنا نادى يعني شنو بعد يستغيث لأن ابنه قعد يتلف ويهلك وأيضا معنى النداء بصوت عال موجود هنا كما في الآية الأولى أيضا نادى أصحاب النار أصحاب الجنة نداء لأصحاب النار أين وأصحاب الجنة أين فلازم يصرخ بصوت عال وهو يستغيث في نفس الوقت الآية الأخرى كمثال على ذلك حتى نعرف يعني شنو وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية المثال الآخر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت نداء باستغاثة استنجاد سبحانك إني كنت من الظالمين فاستيبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وما نودي في هذا النداء أكو استغاثة يعني شنو الرسول صلى الله عليه وآله ينادي بالولاية يعني يستغيث بنا لكي نتولاه ونتولى عليا ولأئمة بعده لماذا يعني شنو يستغيث الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإمام الحسن يستغيث بنا يستنجد بنا لكي نتولاهم يعني شنو توضيح ذلك الإمام والنبي عليهم الصلاة وأسكى السلام للأمة بمنزلة الأب الرحيم شوفوا الأب ما يريد ابن يظل ما يريد يضيع ما يريد ينحرف ما يريد يستغطط طريق النار فإذا شاف ابن قعد يخرج من الجادة يناديه مستغيثا به ليش لأن الضرر اللي يلحق بالاب يلحق بالأب لأنه قطعة مننا بضعة مننا جزء مننا يحبه أنا وعلي أبوى هذه الأمة النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لنا بمنزلة الأب الرحيم هذا الإحساس تولد فينا كثير من الأمور ستغير حقيقة الأب الرحيم ما يريد أبناء يظلون لذا يستغيث بنا ونادى نوح ابنه وهو في معزل يا ابني يركب معنا قاعد يستغيث به الإمام بتعبير آخر النبي بتعبير آخر يحبنا حقيقة ولذا أنتم سامعين أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بكى يوم الطف على أعدائه ليش يحبهم حتى عدوه يحبهم ما يريد يروح للنار يريد أن يدخل إلى الجنة هذا عبد من عبيد الله بسوء اختياره يريد أن يدخل للنار وبالقوة الإمام يبكي عليه وعيسى المسيح عليه الصلاة والسلام يقول أحبوا أعدائكم بهذا المعنى لأن هذا العدو عبده من عبيد الله فأنت تحب أنت تحب هذا العدو لكي تجذبه طريق الجنة طعنذا أصاروا راح على طريق النار وبقي على هذا الدرب طبعا واحد يجب يتبرأ من أعداء الله لكن المحبة بالعنوان الأولي أو في المحطة الأولى أو في المرحلة الأولى أو هو مقتضى الطبع الأولي ليس بالعنوان الثانوي أنه دنس فطرته إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه وما نودي الرسول ينادينا بالولاية لكي نتولاه ليش لأنه هو القائد الذي ينجح هذه المسيرة في الدنيا وفي الآخرة أيضا القائد إذا صدق قلبه محروق على الرعية يستصرخهم يستنجد يا جماعة تعالوا تمسكوا بي أنا القائد وإلا العدو راح يدهم البلد وسيقضي عليكم يستنجد ليش يستنجد لأنه يحب رعيته يحب الناس يعرف هو القائد الكفو وغيره ليس بكفو راح يصدق بهم مسالك الردى والضلال ويوقعهم في أسفل وادي فيتحطمون أشد تحطم وما نودي أحد هناك معنى الاستغاثة متضمن في هذه الكلمة وما أرق هذا المعنى إذا واحد عرف هذا المعنى من أبوه أنه كم يحبه إذا عرفه من أبيه من قائده من إمامه من نبيه فإنه سيبادله المحبة طبيعية والشوق والرغبة والإطاعة والاتباع هذه كلمة مختصرة حول كلمة نودية بعد ذلك كما وما نودية أحد بشيء كما نودية بالولاية ليش الصلاة مؤهم أنا كنت أفكر هذه المقاطع الخمسة شنو الرابط بينها بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والولاية بعدين الخامس وما نودية أحد بشيء في رواية أخرى هذه الرواية لها تتمة بعدين راح نقولها إذا لم ننسى إن شاء الله في رواية زرارة شنو الرابط بين الأربع الأول الأولى الفقرة الأولى أو العنوان الأول وهو الصلاة يتحدث عن علاقة الإنسان بربه الإنسان له علاقة بربه له علاقة بنفسه له علاقة بمجتمعه وهذه العلاقة لها شعبتان أيضا الصلاة تجسد علاقة الإنسان بربه الزكاة تجسد علاقة الإنسان بمجتمعه في وجه الاقتصادي الحياة تبتني على الاقتصاد كما هو واضح من لا معاشلة لا معادلة حتى الآخرة في الجملة تبتني على الاقتصاد الصوم شنو يجسد علاقة الإنسان بنفسه أن يمتنع عن الأكل والشرب وإلى آخره فهو يضبط نفسه ويسيطر عليها ويتحكم فيها فيكون هو الذي يسير سفينته في لجج البحار وأنه هي تأخذ به يمينا وشمالا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فهو يسلك بها سبل الهداية والرشاد بدل الضلال والردة الحج يجسد علاقة الإنسان بالمجتمع يعني أبرز وجه للحج والوجه الاجتماعي وين كان هذه الأربعة كلها لها أبعاد مختلفة لكن الوجوه الأبرز لها هي هذه إذن علاقة الإنسان بربح الصلاة علاقة الإنسان بنفسه الصوم علاقة الإنسان بمجتمعه في الوجه الاجتماعي الحج علاقة الإنسان بمجتمعه في وجهه الاقتصادي الزكاة والزكاة تشمل الخمس الولد رحمة الله تعالى عليه يقول ليش في القرآن هو يأكو آيات حول الزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة والخمس مرة وحدة يجي وفي الروايات أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة يقول بأنه الزكاة تشمل الخمسة أيضا إشارة لهذا الجانب الاقتصادي والحديث في هذا الحق الحديث فقهي من ندخل فيه الآن ولكن مع كل ذلك وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية يعني شنو الإمام عليها الصلاة وأسكا سلام فيه تتمت رواية زرارة يجيب على هذا السؤال يقول زرارة بنية الإسلام على خمس أشياء فزرارة يقول وأي شيء من ذلك أفضل يقول الإمام الباقر عليه السلام الولاية لأنها مفتاحهن والوالي الدليل عليهن هاي هي المفتاح الآن رح نوضح هذا المقطع إن شاء الله كيف الولاية هي المفتاح لهذه الأربعة؟ لعلاقة الإنسان بربه؟ يعني لو لا الولاية علاقة الإنسان بربه تكون علاقة غير مضيئة لله سبحانه وتعالى وكذلك علاقته بنفسه علاقته بمجتمعه في وجهيها الاجتماعي والاقتصادي لماذا لماذا ولم ينادى أحد بشيء كما ندى بالولاية؟ لأن الولاية هذه يراد بها الولاية العظمى أكو عندنا ولاية صغرى ولاية تجزيئية ولاية مبعضة مثل ولاية الأب على الإبن أو الجد أو ولاية المالك على العبد أو ولاية الوصي أو ما أشبه ذلك ولاية القيم وما ندى أحد بشيء كما ندى بالولاية تشير إلى الولاية العظمى التي هي في الآية القرآنية الكريمة موجودة والتي ابتدأنا بها الحديث إنما وليكم الله أية ولاية لله سبحانه وتعالى الولاية العظمى صحيح أو لا؟ المطلقة التي لا يحدها حد هذه الولاية جعلها الله سبحانه وتعالى للرسول جعلها للإمام وإن تلاحظ أن كنت أفكر أمس في هذه الآية الشريفة فشفت في هذه الآية أقوى أدلة عديدة في هذه الآية يمكن أن نستنبطها من الآية في الاستدلال على عصمة الرسول والأم عليهم الصلاة وأسكس أشير فقط إلى استدلالين الاستدلال الأول كلمة إنما الاستدلال الثاني كلمة وليكم أما كلمة وليكم دلالتها ظاهرة لأنه الولاية التي جعلت لله سبحانه وتعالى ولاية مطلقة أو مطلقة نفس هذه الولاية الآية هكذا قاعد يقول إنما وليكم الله ورسوله ولد نفس الوزان نفس السياق مو أكثر منتهى الأمر هذا بالذات ذاك بالعرض مو أكثر ولا من حيث الصلاحية هي صلاحية مطلقة إلا أن هذا بالذات وذاك بالعرض لا غير هذا مرتبة الخالق ذاك مرتبة المخلوق لكن في مرتبة صلاحية التصرف والسلطة والولاية على الناس هي مطلقة من جميع الجهات التقييد خلاف الأصل الآية مطلقة والله دقيق في كلماته مو أنه يطلق الكلام ولا عاذ بالله من هذه الكلمة على عواهنه إنما وليكم من الولي بقول مطلق هو الله هذه الولاية اللي هي لله جعلت بنص الآية القرآنية الكريمة للرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون اللي هو بالإجماع علي بن أبي طالب عليه الصلاة وآسك السلام ما في كلام في ذلك هل هذه الولاية بقول مطلق يعقل أن تجعل لغير المعصوم كله ما يعقل أن تجعل هذه الولاية بقول يعني الله يجعل الشخص بما للولاية من معنى بما للسلطة من معنى بما له هو من الولاية يجعلها للشخص وهذا الشخص قد يكون جائز الخطأ أو الاشتباه هذا مو معقول خلاف الحكمة خلاف الحكمة من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ولايته المطلقة لشخص من الأشخاص وهو يمكن أن يخطئ أو يشتبه أو يزل في أي موقع من المواقع كان فهذا الوزان يعني جعل الولاية الموجودة لله سبحانه وتعالى وهي بلا شك ولاية مطلقة من كل الجهات للرسول صلى الله عليه وآله وللإمام هي دليل عصمته وإلا كان خلاف الحكمة وخلاف العقل أيضا كذلك نأتي إلى كلمة إنما إنما هل كلمة إنما صحيح استخدامها لو كان المراد الولاية الجزئية خلق أهم إلى ولاية فلش الله يقول إنما وليكم الله ورح خلق يقول والآباء والأجداد والقيمون على الأيتام أو ما أشبه ذلك هاي إنما أداة حصر الله قاعد يحصر شنو يحصر مفهوم استثنائي ومفهد مفهوم عام إنما وليكم الله ورسوله إذن هذه الولاية المجعلة للنبي وللإمام اللي هي في طول الله سبحانه وتعالى هذه هي الولاية العظمى هاي هي اللي هي محصورة في الله والرسول والإمام ولا غيرهم محصور في الله والرسول والإمام ولا يعقل الحصر أيضا إلا بالعصمة والحديث عن العصمة طويل لكن هذا إشارة فقط وما نودي أحد بشيء كما نودي أحد بشيء لأن هذه الولاية هي الولاية العظمى اللي هي ولاية الله والرسول والإمام إذا الإنسان ابتعد عن هذه الولاية صلاة مصير باطلة صوم يكون باطل مثال الظاهري ونأتي الباطن صلاة تكون باطلة لأن الرسول يقول صلوا كما رأيتموني اصلي فإذا الإنسان صلى على غير ما صلى عليه رسول الله من التراب لأن مسجد الرسول لا كان مفروش بشيء لأن يصلي على التراب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة كما في الصحاح موجود وفي البخاري أيضا موجود إذن من الناحية الظاهرية الوالي مولا ما يقول لأنها مفتاحهن والوالي الدليل عليهم الله يقول صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه إذا صلت بطريقة ثانية صلاتك باطلة فعلاقتك مع ربك لا كان أنا مسحح العلاقة مع الرب الله يقول هكذا صلي واحد يقول أنا أصلي خمس ركعة أنا خوش إنسان أصلي خمس ركعة أصلي ألف ركعة متصلة صلاة باطلة الله يقول مثل ما أنا قلت صلي كذلك الصوم إذا الإنسان قبل المغرب يفطر مع الغروب يفطر صوم باطل علاقته مع نفسه كذلك الحاج إذا ما يطوف طواف النساء ثبوتا زوجته تحرم عليه وإن كان من الناحية الظاهرية له حكم آخر وهكذا وهلما جرى من الأمور الزكاة إذا لم يكن هناك ولي من قبل الله الزكاة ستصبح في جيب الإرهابيين التي تنتجه هذه التفجيرات وهذا التلويه لسمعة الإسلام وسمعة المسلمين هذا من الناحية الظاهرية والشكلية والقانونية من الناحية الواقعية الولاية مع قطع النظر عن كل هذه الشروط الشرعية شرط القبول مثل ما الإنسان إذا يصلي وما يعتقد برسول الله صلاة مقبولة إذا ما يعتقد بالأئمة عليهم أيضا صلاة مقبولة هذا من الناحية الجوهرية وما نودي أحد ولهذا المقطع كلام مفصل ربما في وقت آخر نتطرق له إن شاء الله وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية لماذا؟ لأن المراد بالولاية الولاية العظمى أولا ثانيا لأن هذه الولاية هي سر سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة شوفوا الإنسان خلي يكون له مولى كل إنسان يحتاج إلى مولى وله مولى وله ولي وقيم ورئيس وسلطان لكن هذا السلطان منه؟ هل هو الشهوة؟ هل هو حب الرياسة؟ هل هو المال؟ أو سلطانه ووليه هو رسول الله محمد الله صلى الله عليه وسلم أو سلطانه هو الإمام المهدي والمنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الإنسان يحتاج إلى مولى ليش؟ هذه الولاية لا نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية لأن هذه الولاية هي سر السعادة في الدنيا والآخرة يحتاج الإنسان إلى ولي إلى قيم إلى مرشد إلى سلطان بالمعنى اللغوي وإلى دليل وما أشبه ذلك لو الإنسان كان عبداً لله ولرسوله والذين آمنوا الذين كان حقيقةً عبداً لهم لتحرر من كل سلطان من سلطان للهواء الشهرة بعد مو مهمة عنده الرياسة مو مهمة عنده المال مو مهمة عنده يكون هو السعيد ما أدري أنتم لاحظين أو لا أن حياتكم هي سلسلة من التحديات المستمرة مع الشيطان الإنسان يمشي في الشارع تقع بصره على امرأة أجنبية فيغض طرفه بمجرد ما غض طرفه يحس بلذة أكو في الرواية الله يخلق له في نفس اللحظة حورية تنتظره في الجنة فإذا مئة يوم اتعرض لهذا الموقع مئة حورية تنتظره في يوم وهكذا وأهل مجرة حياة الإنسان سلسلة من التحديات يريد يكذب إذا مسك نفسه يحس بقيمة لنفسه إذا كذب يحس بمهانة وإن كان يحاول يطمطم على ضميره ويسكد صوت الضمير لكن بل الإنسان على نفسه بصيره ولولقى معاذيره فهو أصبح سيد نفسه ومولى ربه ورسوله مو أنه الكذب أو الغيبة يردغ تاب إذا مشه في حقل الغيبة أو التهمة أو النميمة أو الحسد أو الكبر أو العجب خاد أن يصيبه العجب لكن أمسك نفسه يحس بأنه حقيقة له قيمة قيمته بأنه يكون معنى حرفي بالنسبة للعبودية مو معنى اسمي على الإطلاق وما نودي أحد بشيء كما نودي أمثل لكم مثال مثالين من الوحي المناسبة في اتجاهين متعاكسين معاوية أحد الأشخاص نزل ضيفا عنده فيقول جابه سفرة ما أفخمها وأعظمها وأشملها للطعام لصنوف الطعام يقول من جولة كان يكون طعام جدا لذيذ سألت معاوية شنو هذا الطعام قال هذا الطعام عبارة عن مخ العصافير لكل وجبة واحدة قلب أنه نصيد يعني الخدم ما له الطباخين أو ما أشبه نصيد عشرة آلاف عصفور مسكين يصيدوهم للمخ العصفور وجهنم هذا عبد للبطن تأخر على الرسول صلى الله عليه وآله الرسول طلبه فشان مجغول بالأكل المرة الثانية المرة الثالثة قال رسول الله لا أشبع الله هذا عبد للبطن هل أنا قيمت أن أكون عبدا للبطن أو للفرج أو للرياسة أو للشهرة أو ما أشبه هذلك سعادة الإنسان بأن يكون وليه الله ورسوله والإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يستشعر هذا المعنى إذا استشعر الإنسان هذا المعنى أن الصدق وليه هو الإمام المنتظر المعادلات الحياة كلها ستختلف ولذلك وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية أنا أختم حديثي برواية لها أبلغ الدلالة حقيقة يونس ابن عبد الرحمن الذي قارين رواياته من جملة في الرسائل الموجود يونس ابن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالي مدينة يونس ابن عبد الرحمن قال للإمام الصادق عليه السلام لولاية أو للإمام الكاظم لولاية لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها للإمام الصادق عليه السلام لولاية لكم يعني ولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها لاحظوا هذا المعنى هل هذا المعنى متوفر فيه الدنيا بحذافيرها أحب إلينا منها ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في القول سهل لكن في مقام العمل إذا اليوم الإنسان خسر مبلغ من المال أو أهانه شخص في المجلس لاحظوا إذا واحد دخلت إلى المجلس حقيقة أهانكم شلون تتألمون إلى باشر يمكن بالليل ما تنامون أما نسمع بالجرائد أو غيرها هاضم وبخس لحق أمير المؤمنين عليه السلام نتألم بتلك الدرجة إذا واحد أهاننا أو طعنا فينا كم نتألم لكن أمير المؤمنين عليه السلام لا يزال حقه مجهولا على مستوى العالم ما نتألم ذاك التألم ولا نحرك ساكنة هذه الكلمة جدا عظيمة لولاية لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا يعني بشهرتها بمالها برياضة وكل شيء بحذافيرها وكان يونس صادقة نحن لأن نوصل إلى هذه المرتبة يمكن لازم مليون سنة ضوئية نركض لكن مع ذلك الإمام غضب لأنه مستوى جدا رفيع الإمام لا يغضب عليه لا يعلم منه شون قيمتي أما يونس له قيمة جدا رفعة والإمام يعرف فيه الصدق بس يقول له أين تقول هذا الكلام أصلا يقول يونس فتبينت الغضب فيه وقال يونس قستنا بغير قياس وما استخدم مع كونيا أو ما أشبه يعني علاقة محبة وأخوة كانت بين يونس كان جدا جديد الشأن يونس بن عبد الرحمن قال له يونس قستنا بغير قياس وما الدنيا وما فيها حتى تقيس بمحبتنا مثل واحد يقيس البعرة بالمجرة أو يقيس معاوية بعلي شنو هذا القياس يونس قستنا بغير قياس وما الدنيا وما فيها وهل هي إلا سد فورة مثل فورة الجوع واحد يسدها شوية يأكله خلاص يأكل خبز أو يأكل دجاج شونا الفرق وهل هي إلا سد فورة أو ستر عورة وأنت لك بمحبتنا الحياة الباقية شو تقول يا يونس أنه أنا الدنيا بحذافيرها ولا أكم أحب إليها وما هي قيمة الدنيا مثل واحد يقول الدرهم الواحد هذا مثلا المليار أحب إليها من الدرهم ما يكون قياس بين الأمرين هذا حقل طفولي يكون هكذا إحنا هسا المرتبة الأولى قلت مليون سنة ضوية لازم نركض فكيف المرتبة الثانية اللي الحديث عنها طويل يونس قستنا بغير قياس وما الدنيا وما فيها وهل هي إلا سد فورة أو ستر عورة مو أكثر من هذا سواء الغني أو الفقير بالنتيجة يعيشون ويأكلون ويموتون وإنتهى الأمر وأنت لك بمحبتنا الحياة الباقية مليارات السنين تريليونات السنين أكثر من ذلك لنا بسبب محبتهم من وين هذا دليلهم من القرآن قل لا أسألكم عليه أجر أجر الرسالة شنو محبة رسول الله وعلي إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريط أجر الرسالة بعدين ماذا يقول الآية الأولى قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بعدين في آية أخرى وما سألتكم من أجر أنا ما أحتاجكم لكم هذا فهو لكم وأنت لك بمحبتنا الحياة الباقية لذلك نعرف السر في قوله عليه السلام وما نودي بعض السر والحديث طويل وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من ولاية محمد وأهل بيته الله صلى الله محمد وآل محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة